رياضة أيضا في خدمة الصحة حيث نظمت الجمعية التونسية لطلبة الصيدلة تظاهرة فارماطون من أجل توعية بمخاطر استهلاك المخادرات والاستعمال المفرط للأدوية العصبية التظاهرة شرك فيها أكثر من ألف عداء من مختلف الأعمار والجهة أكثر من ألف عداء من مختلف الأعمار جمعتهم الجمعية التونسية لطلبة الصيدلة بالمنستير في سباق فارماطون تظاهرة رياضية جمعت بين الرياضة والتوعية الصحية أجواء تنشيطية تزامنت مع انطلاق المراطن والمتسابقون على أوبة الاستعداد من أجل كسب الريهان كل يوم أحبت أن نشارك في المراطن، هذه هي بورتستين، نرى البرفورمانسات مع الهجون، هذا هو ما نجب نعمل نحن الجمعية كامل، تاراني المهدي، يجب أن نشاركوا في السمي مراطن لأننا كنت في المنستير، نرى الأفش، ثم نرى أنه كان جمع جمعاً للمشاهدة نحب نجري، نحب نشارك، نحب نداشروا إلى نقص حاجة، والحمد لله مسلك السباق جاور شاطئ المنستير ومعالمها، هو حرص على سلامة العدائين مرورهم عبر نقطة الوصول، يفتح لهم عالم الصحة بعيداً على الإدمان والاستعمال المفرط للأدوية العصبية ليبقى العقل السليم في الجسم السليم